بالصوير صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية على ما مجموعه 33 مشروعا إضافيا بقيمة إجمالية تفوق 33 مليون درهم وذلك في إطار مختلف برامج المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم السنة الجارية المشاريع تتوزع بين برنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية بالوسط القروي بمشروع واحد بكلفة تقدر بعشرة ملايين درهم وبرنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشة وبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب إضافة إلى برنامج الدفع بالرأس مال البشري للأجيال الصاعدة الاجتماع كان فيه واحد برنامج حافل فيه مجموعة ديال النقط والمحاور اللي تم يعني العرض دياله على صدق أعضاء اللجنة الإقليمية التنمية البشرية اللي تم المصادقة عليها بالإجمع وأهم ما جاء في هذا المحاور هي الدراسة والمصادقة على المشاريع الإضافية برسم سنة 23 اللي كانت هي يعني تتهم جميع البرامج اللي كانوا في المرحلة التالية من البرنامج الأول التالي البرنامج الرابع وكانوا يعني برامج تتهم الشباب تتهم النساء يعني والرياضة والطرفة ومن جهة أخرى تميز الاجتماع بالمصادقة على اتفاقية شراكة تتعلق بنقل وحدات التعليم الأولي إلى الأكاديمية الجهوية للطربية والتكوين لمراكش آسفي وتقديم برنامج المبادرة الملكية مليون محفظة للموسم الدراسي المقبل 2023-2024 والتوقيع على سلسلة من اتفاقيات الشراكة بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية ومختلف الشركاء تهم دعم أربعين من التلاميذ المتفوقين للإدماج في الأقسام التحضيرية للمدارس العليا للمهندسين والتنشيط السوسيو ثقافي والبيئي والرياضي بشواطئ الإقليم